أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين صين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله عزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفترن من فوق والملائكة يصبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم وَالَّذِينَ اتَّغَذُوا مِن دُونِي أَوْلِيَا أَوْلِيَا اللَّهُ حَفِيظًا عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتُ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٌ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرْبِيًا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمِنْ هَوْلَى وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْءِ لَا رَيْبَ فِرِيقٌ فريق في الجنة وفريق في الصعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمة والظالمون ما لهم من وليا ولا نسيح أم اتخذوا من دوني أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله ظالكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن العنعام أزواجا يزرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزاق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وسى بي نوح والذي أوحينا إليك وما وسينا به إبراهيم وموسى وإيسى أن عقيم الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعو مليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم والعلم بغيا بينهم ولولا كلمة صبقت من ربك إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى لقذي بينهم وإن الذين أرسوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أحواءهم وقل آمن آمنت بما أنزل الله من كتاب أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا خجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المسير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له وجتهم داهزة داهزة عند ربهم وعليهم غذب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميذان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أن الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ظلال بعيد الله نتيف بعباده يرزق من يشاء وهو القبيل العظيز من كان يريد حرص الآخرة نزد له في حرص ومن كان يريد حرص الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نسيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقذي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو باعء بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله وعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباتل ويحق العقب كلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن إبادي ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فزله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بست الله الرزق لعبادي لبقوا في الأرض ولكن ينظل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بطير وهو الذي ينظل القيس من بعد ما قنته وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياتي خلق السمابات والأرض وما بس فيه ما من داب وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أسابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من وليا ولا نصير ومن آياته الجبار في البحر كالعلام إن يشع يسكن الريح فيزلل رواكد على زهره إن في ذلك لآيات لكل سبار شكور أو يبغهن بما كسب ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لكم من محيص وما أوتيتم من شيء فمتاع العيات الدنيا وما عند الله خير ومقال الذين آمنوا على ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإسم والفباحش وإذا ما قذبوا منهم في غفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا السلاة وأمرهم شورا بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أسابهم البقيهم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجروا على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبقون في الأرض بقير الحق أولئك له عذاب أليم ولمن سبر وقفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يظلل الله فما له من وليا من بعدي وترى الظالمين لما رابوا العذاب وترى الظالمين لما رابوا العذاب يقولون إلى مرد من سبيل وترى هم يعرزون عليها خاشعين من الظل ينظرون من ترف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيام ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من عولياء ينصرونهم من دون الله ومن يظلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من غبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرزوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أزغنا الإنسان منا رحمة فارحبها وإن تسبهم سيئة بما غد مديدهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناسا ويحب لمن يشاء الظكور أو يذوجهم ذكرانا وإناسا ويجعل من يشاء أقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذن ما يشاء إنه علاء لي إنه علي حكيم وكذلك أوهينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى سراط مستقيم سراط الله سراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور صدق الله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إننا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا العلي حكيم أفنغرب عنكم الذكر سفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا بي يستهزئون فأحلكنا أشد منهم بدشا ومذا مصل الأولين وإن سألتهم من خلق السماوات والأرز ليقولن خلقهن وعزيز وعليم الذي جعل لكم الأرز مهدا واجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذين انظل من السماء ماء بقدر فانشرنا بي بغدة ميتا كذلك تخرجون والذين خلق الأذواج كلا واجعل لكم من الفلك والأنعان ما تركبون لتستبوا على زوري ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استبيتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون واجعلوا له من عباده جزاء إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأسفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما زرب للرحمن مثلا زل وجهه مسوى التوى هو كذيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام طير مبين واجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنسا أشهدوا خلقهم ستكتب شادته ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما أبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آسارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آسارهم مهتدون قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم بي كافرون وانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكربين وإذ قال إبراهيم لأبي وقومي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فترني فإنه زياد واجعل كلمة باقية في أقبي أقبي لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وأباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا بي كافرون وقالوا لولا ننظل عاز القرآن على رجل من القريتين عزيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم عيشتهم في الآيات الدنيا ورفعنا بعزهم فوق بعز درجات ليتخذ بعزهم بعزا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فنذة ومعارج عليها يزهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاعوا حياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فوله غرين وإنهم ليسدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم موتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمح الصم أو تهدي الحمي ومن كان في ظلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على سرات مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تصعلون واسأل من رسلنا من غبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهتي يعبدون ولقد رسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئي فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا قمنا يضحكون وما نريهم من آية الله هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ضع لنا ربك بما أهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينقسون ونادى فرعون في قومي قال يا قوم أليس لي ملك مصر وازل أنر تجري من تحته أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا أرغي عليه أسبرتم من ذاب أو جاء مأه الملائكة مغترنين فاستخف قومه فأتاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاء سفونا أنتقمنا منهم فأقرقناهم أجمعين فاجعلناهم سلفا ومسلا للآخرين فلما زرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يسدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما زربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خسمون إنه وإلا أبد أبد عنعمنا عليه وجعلناه مسلا لبني إسرائيل ولو نشاء جعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترون بها واتبعون هذا سرات مستقيم ولا يسدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأتيحون إن الله هو ربي وربكم فأعبدوه هذا سرات مستقيم فاختلف الأحزاب من بين ففيل للذين زلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون إلا خلاء يومئذ معزوم لباز عدر إلا المتقين يا إباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يتاف عليهم بصحاف من ذاب وأكواب وفيها ما تشتهي لنفس وتلنظ الأعين وأنتم فيها قالدون وتلك الجنة التي أورستموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يتم يفتروا عنهم وهم فيهم مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوهم الظالمين ونادوا يا مالك ليغز علينا ربك قال إنكم ما كسون لقد جئناكم بالحق ولكن أكسركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول عابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش أما يسفون فذرهم يقود ويرعب حتى يلاقوا يوموم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض له وهو الهكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهم وعنده إلم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وقيل يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاسفه عنهم وقل سلام فسوف يعلمون صدق الله العلي الأظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزله في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا أنه وقالوا محلم مجنون إنا كاشف عذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبتج البدشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي إباد الإباد الله إني لكم رسول أمين وَأَلَّا تَعَلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينَ وَإِنِّي أُضَّتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونَ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ فَادْعَيَ رَبَّهُ أَنَّ هَا أُولَئِ قَوْمًا مُجْرِمُونَ فَأَسْرِبْ عِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّمِعُونَ وَاتُرُكِ الْبَحْرَ رَغْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُقْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَأُولُونَ وَزُرُوءٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِينَ كَذَلِكَ وَعُرَسْنَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيِّمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَزَابِ الْمُهِينَ من فرعون إنه كان عالياً من المصرفين ولغد اخترناهم على علم على الأعلمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إنه إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأنتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبعي والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السمابات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن كسرهم لا يعلمون إن يوم الفسلمي قاتهم أجمعين يوم لا يقني مولا عن أن مولا شيئا ولا هم ينسرون إلا من رحم الله إنه والعزيز الرحيم إن شجرة الضقوم تعام الأسيم كالمهلي قلي في البتون كقلي الحميم خذوا فأتلوه إلى سماء الجحيم ثم سبوا فوق رأسي من عذاب الحميم زق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم بي تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وأيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين ينعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يزوقون فيها الموت إلا الموت تلولا وبقاهم أعذاب الجحيم فازلا من ربك ذلك هو الفوز المعزيم فإنما يسرناه بلسانك علهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العلي وعظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبص من دابة آيات لقوما يوقنون واختلاف الليل والنار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا بالأرض فأحيا بالأرض بعد موتها وتسريف الرياح يا ياتل لقوم يعغلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يسرر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشروا بعذاب عليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذاه ظبا أولئك له عذاب مهين من ورائهم جهنم جهنم ولا يقني عنهم ما كسب شيئا ولا ما اتخذ من دون الله أولياء من دون الله أولياء ولو عذاب أزيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتقوا من فضلي ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السمابات وما في الأرض جميعا منه منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صاليا فلنفسي ومن سأفعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والغكم والنبوة ورزقناهم من التيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يغضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبعها وعباء الذين لا يعلمون إنهم لن يقنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعض وولياء بعض والله ولي المتقين هذا بسائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين جترهوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سباء محياهم ومماتهم صاء ما يحكمون وخلق السنفر وخلق الله السماوات والأرض بالعق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إله إلهه هواه وذله الله على إلمه وختم على سمعي وقلبي واجعل على بسعي شابة فمن يديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا آياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تدلى عليهم آياتنا بينات ما كانوا رجتهم إلا أن قالوا أتوب آبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون والله ولله ملك السمابات في الأرض ويوم تقوم الصاعة يوم يوم إذن يخسر المبتلون وترى كل أمة جاسية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجذون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا عملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمة ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا وفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم غوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندريم الساعة إن ظن إلا ذن وما نحن بمستيقنين وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناثرين وقالكم بأنكم اتخذتم آيات الله وصفا وقرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنظروا معرزون قل أريتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إنتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أزل من من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا خشر الناس كانوا لغوا عداء وكانوا بعبادة كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتره قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا من الله شيئا وأعلم بما تفيزون فيه كفى بي شيئا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم نتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم بي وشيد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمنوا واستكبرتم إن الله لا يهد العوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن غبلي كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ذلم وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحذنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووسينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووزعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ شده وبلغ أربعين سنة قال رب أوضعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنعمل سالحا ترضى هو أصلح لي في ذريتي إني تبتغي إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتخبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أسهاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون والذي قال لبالديه أفل لكما أتعدانني أنا أخرج وقد خلت القرون من قبلي وما يستعي سان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ماذا إلا أساتير الأولين أولئك الذين هق عليهم القول في أمم قد خلت من غملهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذابتم تيباتكم في حياتكم الدنيا واستمطعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأعزب غير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر خاءاتني زعنزر قومه بالأحقاف وقد خلت النظر من بين يديه ومن خلفي ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم أذاب يوم عزيم قالوا وجئتنا لتأفكنا عن آلاتنا فأاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت بي ولكني يراكم قوما تجعلون فلما رأوه عارسا منستقبل أوديتهم قالوا هذا عارس ممطرنا بل هو ما استعجلتم بريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بعمر ربنا فأسبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي الغوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه واجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أقنانهم سمعوا ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وهراق بهم ما كانوا به يستنزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وسرفنا الآيات لعلهم يرجعون ولولا نسرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل زلوا عنهم وذلك إفكم وما كانوا يفترون وإذ سرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حذروا قالوا أنصتوا فلما حذ يولوا إلى قومهم منظرين قالوا يا قومنا إننا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يدي يهدي إلى العق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا بيعفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجي يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في زلال مبين أبلم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالعق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا عذاب بما كنتم تكفرون واسبر كما سبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نار بلاق فليحلك إلا القوم الفاسقون صدق الله الولي العزيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله أزل عمالهم والذين آمنوا عملوا الصالحات وآمنوا بما نظل على محمد وهو العق من ربهم وهو العق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباتل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يزرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فزرب الرقاب حتى إذا أسخنتمهم فشدوا الوساق فإما من من نبعد وإما فداء حتى تزعى الارب أوزارها ظالك ولو يشاء الله لن تسر منهم ولكن ليبلوا بعذكم ببعذ والذين قتلوا في سبيل الله فلن يذل عمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفا لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدانكم والذين كفروا فتعسل لهم وأزل أعمالهم ظالك بأنهم كروا ما أنزل الله فأحبت أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم تمر الله عليهم وللكافرين أمسالها ظالك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوا لهم وكأي من قرية يا شد قوة من قريتك التي أخرجت كأهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عملي واتبعوا أهواءهم نزل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء قير آسن وأنهار من لبن لم يتقيرت عمو وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مسفع مسفا ولهم فيا من كل السمرات ومعفرة من ربهم كمن وخالد في النار وسقوا ماء حميما فقد تعامعاهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا علم ماذا قال آنفا أولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدوا وآلوات وآتاهم تقواهم فلينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراتها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لصمبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومسواكم ويقول الذين آمنوا لولا ننزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القطال رأيت الذين في قلوبهم مرضيا ظرون إليك نظر المعشي عليه من الموت فأولانهم طاءة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فالغثيتم إن تمليت من تفسدوا في الأرض وتغتعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم والله فاسمهم وأعماء بصارهم أفلا يتدبرون أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب عقفال وإن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأم لا لهم ظالك بأنهم قالوا للذين كره ما نظل الله سنتيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ظالك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رزوانه فأحبت أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرضون اللي يخرج الله أزعانهم ولو نشاء لأريناكهم فلا أرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أمالكم ولنبلونكم حتى نألم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَرَوَاتِيءٌ رَّسُولَ وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ صُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَعْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَنِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ لَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ عَمَالَكُمْ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْرٌ وَإِنْ تُؤْمِنُ وَتَتَّقُ يُعْتِكُمْ وَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْغَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلْكُمْ وَفَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُ وَيُخْرِجَ زَرَانَكُمْ هَا أَنتُمْ هَا أُولَئِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلَ فَمَنْ يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ النَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْعَنِيُ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءَ وَإِنْ تَتَبَلَّوْ يَسْتَبِدْ قَوْمًا غَيْرُكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ صدق الله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيَقْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ظَنْبِكَ وَمَا تَأْخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرِكَ اللَّهُ نَسْرًا عَزِيزًا هو الذي ينزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمان ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا أزيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة سوء وقذب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مسيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسولي وتؤذره وتوقره وتصبحوه بكرة وأسيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاد عليهم الله فسيؤتيه أجرا عزيما سيقول لك المخلفون من العراب شغلتنا أموالنا وأحلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ذرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ذننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أحليهم عبدا وذين ذلك في قلوبكم وذننتم ذن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين صعيرا ولله ملك السماوات والأرض يقفر لمن يشاء ويعنظب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انتلقتم إلى مقانم لتأخذوا وازرون نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقعون إلا غليلا قل للمخلفين من العراب ستدعون إلى قوم أليب أنس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤنتكم الله أجرا هسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل ويعنظبكم عذابا عليما ليس على العام حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت على النار ومن يتولى يعنذبه عذابا أليما لقد رزي الله عن المؤمنين إذا يبايعونك تهدى الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم واسابهم فتحا قريبا ومقانما كثيرة يأخذونا وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مقانما كثيرة تأخذونا فعجل لكم آذي وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم سراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نسيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تمديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببتن مكة من بعد أن أزفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وسدوك عن المسجد الحرام والبالهدي مع كوفان أن يملق مهلا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تتأوهم فتصيبكم منهم عرة بقير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا العذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ اجعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فانظل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة تعوى وكانوا أحق بها وأخلا وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الهرام إن شاء الله آمنين مهلقين رؤوسكم ومغسرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كل وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتعون فضلا من الله ورز وننسي ما خم في بجوههم من عسر السجود ذلك مسلهم في التوراة ومسلهم في الإنجيل كذا إنها خرجشت أهو فآزره فاستغلز فاستبى على سوقه يعجب الزراء ليقيز بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وأملوا الصالحات منهم مقفرة وأجرا عزيما صدق الله العلي العظيم